موسيقى مجز لأهم الأنباء أكد الوزير الأول الجزائري أيمان بن عبد الرحمن أن بلاده تتقسم مع الصين تاريخا مشتركا حافلا بالمحطات التضامنية يشكل قاعدة صلبة لتجسيد الإرادة التي تسعى قيادة البلدين إلى تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية القائمة وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين. هذا وأشهد الرئيس الصيني شي جين بينغ لدى استقباله الوزير الأول الجزائري على هامش القمة العربية الصينية للتعاون والتنمية التي اختتمت أشغالها مساء الخميس بالرياض أشهد عاليا بعلاقات التضامن والتعاون التاريخية التي تربط البلدين معربا عن ارتياحه للمستوى الذي بلغه تعاون ثنائي في إطار الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الصينية التي وقعها طرفان سنة 2014 وأكد جين بينغ رغبة بلاده التامة في تعميق هذه الشراكة وتنوعها لتشمل مجالات جديدة منوها بدور الجزائر في المنطقة ودعم الصين لمساعيها الرامية إلى استثباب الاستقرار وإشاعة التنمية أكدت القمة العربية الصينية التي اختتمت أشغالها مساء الجمعة في العاصمة السعودية رياض على العلاقة الاستراتيجية والتعاون العربي الصيني ومركزية القضية الفلسطينية وضرورة إيجاد حل عادل ودائم لها على أساس حل الدولتين وتكتيف الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية وقال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي إن مخرجات هذه القمم جاءت نتاج مسيرة انطلقت في العام 2004 مضيفا خلال مؤتمر صحفي بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الخارجي نايف الحجرف والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن القمة تأكدت على أهمية تعزيز العلاقة بين دول المنطقة والصين التقى نائب وزير الخارجية الروسي وممثل والرئيس فلاديمير بوتين الخاص إلى الشرق الأوسط ميخايل وقدانوف الخميس وفدا صحراويا يضم كلا من مسؤول أمانة التنظيم السياسي لجبهة البوليساريو خطر أدوه وممثلها بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو سيد محمد عمار اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الشؤون الخارجية الروسية بالعاصمة موسكو يأتي في إطار التواصل المستمر بين الطرف الروسي والصحراوي وقد سمح للطرفين بالتبحث حول عدة مواضيع ذات الاهتمام المشترك بما فيها وضعية عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية وأفاقها والقضايا الأخرى ذات الصنع يشن عدد من سجناء الرأي في المغرب الضرابا عن الطعام تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان وحسب نداء صادر عن كل من المعارض ووزير حقوق الإنسان سابقا محمد زيان والصحفيين تفيق أبو عشرين وسليمان الرسوني وعمر الراضي والناشط في حركة عشرين فبراير نوردين العواج والمدون رضا بن عثمان ومسؤول حركة العدل والإحسان محمد باعسو وهم جميعهم رهن الاعتقال التحسفي شن المعتقلون إضرابا عن الطعام ابتداء من السادسة مساء من يوم الجمعة إلى توقيت نفسه من اليوم فيما دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جميع فروعها للخروج إلى الشوارع وتنظيم احتجاجات بجميع مناطق المملكة تنديدا بالوضع الكارثي لحقوق الإنسان بالمغرب ندد المفوض والسامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكارتورك الجمعة بالمجزرة المروعة المقترفة في حق المدنيين أواخر الشهر الماضي في جمهورية الكونغو الديمقراطية مبديا نيته زيارة هذا البلد العام المقبل وخلص تحقيق أولي للأمم المتحدة إلى أن حركة الثالث والعشرين مارس المتمردة أعدمت 131 مدنيا على الأقل وارتكبت جرائم اغتصاب وعمليات نهب في التاسع والعشرين والثلاثين من نوفمبر في قريتين شرقي الكونغو الديمقراطية وقال التورك خلال مؤتمر صحفي في جناف أن هناك حاجة فعلية لوضع حد لهذه المعارك الجارية في أنحاء مختلفة من البلاد وخصوصا في شمال كيفو انتهى الموجز شكرا لكم تبقى الروابط الإلكترونية للقناة في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة